اشتركوا في القناة لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنواصر الحديث عن البدعة التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي والتغيير إلى الأسوأ عباد الله لقد علفنا في الخطوة السابقة البدعة لغة والصلاحا وتحدثت عن خطورة البدعة الملصقة بالدين وأواصل الحديث عنها من خلال عرض أمثلة تبين نوعها وبيان أصول البدعة مع تصحيح أفهام الناس للبدعة وأبدأ بحديث العرباض بن سارية في البدعة روى أبو داود في سننه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بعد ما سلم التفت لهم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وجل ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والحديث صحيح عباد الله سبق القول في الخطوة السابقة أن البدعة من جنس المعاصي وهي أخطرها لأن لها صفة التشريع الملصق بالدين كذبا عليه فإثمها أعظم وقل أن يتوب المبتدعة وقل أن يتوب المبتدعة لأنهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله ببدعتهم والله يتقرب إليه بما شرع لعباده التقرب به إليه لا بما شرعه المبتدعة لأنفسهم مما ليس من الدين إن أصول البدع أربعة إن أصول البدع من أين جاء من أربعة ذي الفرق أربعة وإن تعددت الفرق لكن هذه أخطرها إن أصول البدع أربعة وسائر الفرقة الاثنتين والسبعين كما ورد في أحد الفرق إحدى وسبعين واثنتين وسبعين وثلاثة وسبعين بالنسبة لهذه الأمة وسائر الفرق الاثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء الأربعة تفرقوا وتشعروا والفرق الأربع التي هي أصل البدع الخوارج الذين خرجوا على عالي رضي الله عنه وهم يكفرون بالمعصية الكبيرة من جتكب كبيرة من كبائل المعاصي كفروه وحكموا عليه بالخلود في النار ويخلدون صاحبها في النار والروافض وهم فرقة من الشيعة رفضوا بيعة أبيبك وعمر ولهذا يسبوهما وينتقصوهما ويقولون ما لا يسمع فيهما قبحهم الله والقدرية هؤلاء ينفون القدر ما كان قدر والقدر كما تعرفون وأصل سادس من أصول الإيمان تمنى بالله وملائكته وكتبه ورسوله وعمل آخر وبالقدر خيره وشبه من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بهذه الأصول كلها لا يفرق بينها قلت والقدرية وهم منكروا القدر والمرجئة والمرجئة الذين يفصلون بين الإيمان والعمل إلى عندك الإيمان كتأمن بالله والرسول لا تدير توحدة لا تصل إلى السملة لا تزكي إلى الحجلة من قال لا إله الله دخل الجنة يعني ما عنده مغارض من قال لا إله الله مخلصا من قال لا إله صادقا من قال لله مخلصا يعني موقنا من قال لا إله الله يبتغي بيه وجل الله من قال لا إله الله وكفر بما يعبده من دون الله وهذه كلها قيود دي لا إله الله ما عنده مغارض قال لا إله الله خلاص يعمل ليبغا سبحان الله سبحان الله قلت الذين يفصلون بين الإيمان والعمل ويرون أن لا علاقة بين الإيمان والعمل وهو قول مبتدع مخالف لما عليه كل علماء أهل السنة والجماعة وبدع هذه الفرق الأربع ومن تشعب عنها كثيرة أي البدعة الملصقة بالدين وليست منه هي جناية عليه أي على الدين لما فيها من تلبيس الحق بالباطل وغش الناس في ترويج البدع باسم الدين ودعوتهم إلى الضلالة لا إلى الدين وعلماء العلم الشرعي هم حراس الدين علماء العلم الشرعي عبر التاريخ هم حراس الدين والأمناء عليه بعد نبيهم الذابون عنه الذابون عنه بالعلم الشرعي فلا يجوز لهم السكوت عن البدع وأهلها كما لا يجوز لهم مناصرة المبتدعة مناصرة المبتدعة والرضى بما يفعلون وتقويتهم لا يجوز لهم ذلك أو التقليل لا يجوز لهم التقليل من شأن البدعة وهي تزاحم دين الله عز وجل إما لتبعده وتحل مكانه وإما لتشوهه على أنها من الدين كان يجب أن تكون فلن تكون وكأن الدين ناقص والعياذ بالله ومن البدع في الدين الرهبانية لأمثلة الآن ومن البدع في الدين الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام وهي التشديد على النفس بالانقطاع إلى العبادة قال لك هو ما يديل تحدى الذي انقطع العبادة ما انقطع أحد من عباد الله عن أمور الحياة للعبادة لأن الذي انقطع للعبادة يحتاج إلى من يقوم بشأنه لأن الحياة تحتاج إلى الحركة إلى العمال فإذا كان يحتاج إلى من يقوم بشأنه فذات الذي سيقوم بشأنه سيكون أفضل منه إذا الملفائدة بالعبادة المنقطع إليها وإنما نجمع بنا العبادة والطاعات والعمل قلت وهي التشديد على النفس بالانقطاع إلى العبادة وحرمان النفس مما أحل الله لها يحرم نفسه مما أحل الله لها ومثل الرهبانية التبتل وهو ترك النكاح ما بغيش الجوش قال عنده الإمكانية عنده الإمكانية معافا في صحته ما بغيش الجوش أنا قال نهائيا إذن ربما تنظر إلى شيء آخر غير الزواج لأن الزواج تتبعه تكالف مسعوليات مسعوليات يعني معناها تقوم بشأن الزوجة وتقوم بشأن الأبناء إذا كانوا هكذا وأنت لا تريد ذلك وهل تعيش منقطعا عن النساء كلية أم تنفتح على المعاصي والعياذ بالله قلت ووطرك النكاح والانقطاع عن النساء بوسيلة الحلال وهي النكاح الشرعي ومن البدع المساقة بالدين تخصيص يوم خاص من رجب ونحن في أواخر شهر رجب بعض الناس عندما يخصوا أيام من رجب خاصة للصيام والقيام لم يثبت شيء في رجب لا في الصيام ولا في القيام إلا أنك تصوم الاثنين والخامس نعم أو ثلاث أيام معروفة بأيام البيض من كل شهر عربي ثلاثة واربعطاش وخمسطاش هذه السنة الوردة في ذلك أو تقضي الدين لأن كان عليك الدين أما تخص يوما من رجب لصيامه وقيامه فهذه بدعة قلت وهو بدعة منكرة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان وكذلك قيام ليلة النصف من شعبان خمسطاش شعبان قال لك هذا مزيان هذا اليوم ديالصيام ديالقيم لأحده اللي ورد فيه ضعيفة لم ترد به سنة مقبولة فهو بدعة ومن البداع في الصلاة الآن البداع في الصلاة كيف البداع في الصلاة سنسمع ومن البداع في الصلاة ابتداء صف جديد قبل إتمام الصف الذي قبله وهذا كتلاحظه في صلاة الجماعة الصف الأول ولا الثاني ولا الثلاث باقي نقص والنصر أمقام وصف خرجي هذا باقي في النصف ولا خرجي تابعه هذه بدعة بدعة في إقامة الصفوف لا نقيم الصف الثاني إلا بعد تمام العول ولا نقيم الصف الثالث إلا بعد تمام الثاني وهكذا لذلك خلوشا في الصف يقول النص مشي خلوصل إلا تطلب لا سبق في الأخر يمشي لها أما يبدأ سبب خرجة دلة وإلى متى نبقى أقول هذا الكلام كأننا يلا أسلمنا يلا أعرفنا الإسلام ما زل ما أعرفنا وانه متى نعرف هذه الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة فريضة الصلاة سبحان الله قلت ومن البداع في الصلاة ابتداء صف جديد قبل إتمام الصف الذي قبله ومن البداع في الصلاة الجهر بالنياه بالنياه الصلاة المغرب إن شاء الله الله أكبر يا سبحان الله لمن تقولها لمن تقولها وانت قد توضأت وآتيت وآتيت المسجد ناويا الصلاة تقولها بقلبك نعم لا يسمعك أحد لكن الله يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء خلاص إذن إعلان النية بدعة قلت ومن البداع في الصلاة الجهر بالنية والأذان والإقامة في صلاة العيدين والسنة لا يؤذن ولا تقام الصلاة أي في العيدين صلاة العيد في المصلى ما كإن فيه لا قبلها ما كإن أذان ما كإن الصلاة جامعه لأن هذه عبارة شميلة ونبهو الناس خاصة لم يبعدوا مثلا بعاد في آخر المصلاة وربما أحيانا لا تغطى المصلاة الواسعة بالأبواق من جميع الجهات ممكن يكون الناس ومع هذا لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا كيقولوا هذه العبارات قد حضرات الصلاة بيضح إلا لضرورة خاصة فحالة شكري لا أعرفنا واخبرنا شيحد على أن الصفوف الآخرة موصل هاشمكيش العبواق وما غادي سمعوش فهذه الحلاء ممكن للضرورة ولا تقام الصلاة ولا ينادى الصلاة جامعه أو قد حان وقت الصلاة يا عباد الله ولا يبدأ قبل الصلاة بالخطبة كان عرفوا أن في صلاة العيد كتبت الصلاة يقول له لا مش خطبة وإنما السنة الصلاة ولا ينادى إليها ولا يقال قبلها شيء ومن البدء في صلاة الجماعة أن بعض المصلين لا يقوموا إلى الصلاة إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة بمعنى الناس بقوا قلسين وشافوا الإمام ادخل والإمام وقف وربما بقى كتسوا صفوه وما باقي قلسين والإمام وقف أشكت سنه قال لك حتى يدقم الصلاة وحتى يوصل قد قامت الصلاة عن نظم هذه من البدء أيضا وش نحن نديره لما نشوف الإمام ادخل جال الصف نوقفه خلاص إذا تأخر شيء حتى قد قامت الصلاة ما كان بس لكن نكون أننا لا نتحرك إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة هذه من البدء إذا لما نشوفه الإمام تخل خلاص نصف انتظرون شيئا والإمام محاضر واقف للصلاة ومن البدء في صلاة الجماعة احضاروا الصبية برأي صغار لمازال ما كيميزوش ثلث سنين واربع سنين ممكن يكون خمس سنين ولكن مش عامة خمس سنين ممكن يكون يميز يعرف بعض الأمور بمعنى عنده عقل تمييز وهذا تيرشع إلى الفطنة إلى الذكاء أو إلى نوع من التعليم في البيت الولييد معلم عند وليده أما واحد شارد ما عارفش وغافل ولا زال يميله إلا هو أكثر وما عارفش رسولش في المسجد إلا براه إلا بحال بحال يشوش على وليد على وبه في الصلاة ويشوش على الناس لا يجوز إذن كانوا لابد من ست سنين وسبع سنين الفوق ممكن إذا عارفنا أن هالولييد رحم زيان بمعنى كي يسمعهم واللف وتيصلي مع وبه في البيت مثلا نعم إذا هذه من البداعة علاش لأن لا كل واحد يجيبوا لي يديه في هذه الشكل وقد نعمروا المسجد بالدلالي وقد نقع الفوضى والفتنة وهذا ما سمعناه وشوفناه وهذا وهذا لا يجوز إذا كانوا لا يميزون لا صلاة لهم فهذه الحالة هؤلما ما عندهم صالة الآن فهم يقطعون الصف إذا صفوا بين الكبار هذه نقطة مهمة جدا ومن يعرفها الناس من يعرفها نريد صغير في هذه الشكل الجد سنو والاربع سنين إذا وقفته في الصف بين الناس رأي يقطعوا الصف لا يتم به الصف وسمعوا هذه ميزانة ورد لها البال نريد صغير ما زال ما تيميز كل سنو والاربع سنين ما تيميز هذا تيقطع الصف ومعنى تيقطع الصف الصف كأنه غير موصول بمعنى هو لا يتم به الصف ومن نودي على هذا الحراش قلت إذا صفوا بين الكبار فلا ينبغي إحضارهم إلى الصلاة قبل سن التمييز وإدخالهم في الصفوف بين الكبار فتكون الصفوف مقطوعة بهم ومن بداع الجمعة إلقاء الموعظات قبل صعود الإمام المنبر لخطبة الجمعة بعض المساجد تلقاك يتكلم الخطيب أو غيره قبل الجمعة بسرعة غير ينزله ويطلع الخطيب هذه المتهبوت لم يكن الصحابة يفعلونها ولا الآئمة بعدهم يفعلونها إلا إذا كان واحد الفرق فرق كبير بين إلقاء الكلمة وبين الخطبة لكن في الغالب أنه النسم يكونوا ما زال ما تجمعوش ثانيا وهو الأهم أن الناس يأتون لذكر الله وقراءة القرآن بما يستطيعون ما نشوشوا عليهم بشي حاجة أخرى وأيام الأسبوع طويلة لماذا نختار هذا الوقت هذا بضبق أحد اجتمعوا الناس المسلمين معهم أنت ليس لاجتماع في المسجد غير نهار الجمعة نها سبحان الله أين يتعلمون لديناهم من من يعتقد أنه لا يتعلم الدين إلا يوم الجمعة فهو واهم لا يفهموا دينه إلا يوم الجمعة في الخطبة فهو واهم الخطبة لا تقدموا إلا نظرا يسيرا من الدين وإشارات فقط إذن لو شئنا أن نبحث كل خطبة على حدة رمغان فرجوا لسعة وربما نبقى هنا في المنبار وحدي أوه طول بزا وهش كان سمعه وتي وصلنا وأنا ممكن سألل الكلام كيفما كان نوعه في قسمين ولكن علي قمة الدول وترجعون كما جئتم يا إلهي الله قلت ومن بداع الجمعة إلقاء الموعدة قبل صعود الإمام المنبار لخطوة الجمعة فالموعدة في هذا الوقت بضعة لم تكن على أهد السلف من أجل أن لا يقع تشويش على من يأتي المسجد للصلاة وليتفرغ الناس لذكر الله تعالى ومن البدع أن يسأل بعض الناس عند الصلاة على الميت وهذه الوقت كان لحظها كان نشوفها عند الناس هل كان يصلي أم لا يعني حتى بغي تتصلي عليه وقد دليل حال المدنية بدعوه أنك سني هذه بدعة أعلاش لا تعرف عنه شيئا صلي وكفى الأصل هو أنه مسلم هذا الأصل ومسلمة هذا هو الأصل لا يكون كذلك لا ينتفع بصلاتك عليه إذا كان لا يستحق أن تقبل شفاعتك فيه وشفاعة المسلمين بدعائهم للمصلي هي شفاعة تقبل وقد لا تقبل إن كان أهلا نفعه الله بها وإن كان غير أهلين ولو تدعو له الكرة الأرضية كلها إذا مات انقطع الحبال مع الله ما عنده صل بالدين لا يصلي أو ملحد أو لا يهمه الدين أو عاش مناقضة للدين صلع له الكرة الأرضية كلها لن ينتفع بشيء من ذلك هذا لا الدين هذا هذا العباث هذا كون الإنسان يعمل يعتقد هذا العتقد هذا العباث قلت فالسؤال عنه في هذا الوقت بدعة فلا يسأل عنه لكن من عرفه أنه كان ليعرفه وما يقول شيء للناس من عرفه هو في حد ذاته من عرفه أنه كان ليصلي فلا يجوز أن يصلي عليه ذكرا كان أؤنثى لا سيما إذا كان تارك للصلاة بلا عذر لكن تكذ عقل العمل الحكم يتعلق بك أنت وحدك وما عندك الحق دخول شيء حد ما تصلي وشيء عليه ما يصلي شيء لا مش شغلك انت اللي عرفته ايه نعم لا يجد لك عم تصلي عليه وأنت تعرفه أنه لا يصلي تماما ومن البداع المصافحة وبعد السلام سلام عليكم ورحمة الله المصافحة لم تثبت وانت دخلت ربما جدت الدوية دخلت ندوية مرة وبعد السلام سلام عليكم من صافحة وصفحك لا لم تثبت فهي غير مسنونة عباد الله إنما اشتبه أمره من الأعمال فلم يتبين أهو من الدين أم لا أهو سنة أم بضعة ينبغي سؤال أهل العلم عنه حتي الحاجة ما عرفتش حكمها تجوز لا تجوز بضعة سنة من سور أهل العلم فإن دل دارير على أنه سنة عمل به وإن دل دارير على أنه بضعة تركه وإن من تضح له هذا من ذاك معرفش توقف عنه مخافة الوقوع في البدعة ومن المحدثات التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة بعده الألحان والتطريب في قراءة القرآن ولكن كنت لحظوا بعض الناس لكي يقرأوا القرآن يعني كي يبالغوا قاع في إظهار الحروف ما كيهموا قاع المعنى الألحان والتطريب في قراءة القرآن قال الإمام مالك رحمة الله عليه ولا تعجبني القراءة بالعلحان ولا أحبها في رمضان ولا في غيره لأنه يشبه الغناء ويقال فلان أقرأ من فلان وبلغني هذا كل يكلم دي الإمام رحمة الله عليه وبلغني أن الجواري يعلمنا الغناء البنية صغر أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله هذا سؤال أترى هذا كان من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله كل هذا كلام الإمام مالك انتهى قال إبراهيم النخاعي هو أحد التابعين كانوا يكرهون القراءة بالتطريب وكانوا إذا قرأ القرآن قرأوه حذرا مرسلا بحزن كتيبا من القراءة أنه يخاف الله وامتبع القرآن وقال محمد بن سيرين من تابعين أيضا أصوات القرآن محدثة بتشكل سمعتم هذا في آخر القرن الأول والثاني وما بعدهما فماذا يقال في هذا العصر إذا كان هذا في القرن الأول أو القرن الثاني الأجري أنتم سمعتم فماذا يقال بعدهما وقد صار بعض المهوسين بالنغم الموسيقي والمقامات الموسيقية ينادون بقراءة القرآن بالمقامات وهذه البدعة ظهرت هذه السنوات وهي بدعة منكرة تجعل قراءة كتاب الله خاضعة لمقامات وضعية وإيقاع وضعي يتحكم في قراءة كتاب الله تعالى كالأغاني الملحنة كالأغاني الملحنة والتحكم في قراءة القرآن بهذه الوسيلة داخل في بدعة إقامة حروفه دون الاهتمام من معناه والخضوع لأحكامه وإقامتها على الوجه الشرعي وماذا يقال في الأمزيات القرآنية والإنشادية إنه تطريب وتباري الأصوات وتحقيق المقامات وإنا لله وإنا إله راجع نرجو الله نفتح بصائرنا وينوير سلائرنا ويأخذ بأيدينا الحق ويحبب إلينا سنة ويبغض ويكره إلينا البدعة وأن يحفظنا من كل شر إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين خالق العباد أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين والصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام الصالحين المتقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعهم بإحسان لا يمدين أما بعد فيا أيها المسلمون لا يستغرب ما صار إليه الناس اليوم من البدع وتغيير معالم الدين بالنقص منه أو بزيادة فيه ما ليس منه حتى ممن ينتسبون إلى الثقافة الشرعية قال ابن الشهاب الزهري وهو شيخ الإمام مالك وهو من التابعين دخلت دخلت على أنس يحكي ابن الشهاب دخلت على أنس بن مالك بدمشق عاصمة سوريا وهو يبكي فقلت له ما يبكيك قال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت قرن الثاني الهجري ابن الشهاب توفيها سنة 124 الهجرة وتخلت على أنس بن مالك أنس بن مالك تأخرت وفاته 93 أو 93 بعد ما عاش كثير من 100 سنة أنس بن مالك يبكي ويقول يحكي وهو في دمشق يقول ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ربما ما ضيعت كلها وإنما ضيعت أركانها أو ضيعت مثلا ضيعت سننها أو واجباتها المهم لحقها الضيعة وفي لفظ آخر عنه قال ما كنت أعرف شيئا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكرته اليوم ما كنت أعرف شيئا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكرته اليوم كنت شوفوه شي هو هذا هذا كلامه أنا أسر رضي الله عنه وقال حسن البصري سأل أبا الضرداء رجول رجل سؤول أبا الضرداء أبا الضرداء من الصحابة سؤوله وحد من الناس فقال رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهورنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه يا أبا الضرداء يرحمك الله لو كان الرسول بيننا حقي واش كان ينكر شي حاجة من هاتش اللي احنا عليه فغضب أبا الضرداء واشتد غضبه ثم قال وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه سبحان الله قد بكت صحابي الجليل أنس بن مالك وقد مات سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين من الهجرة وعاش أكثر من مئة سنة مات من التغيير الذي حصل في أمور الدين بما فيها الصلاة وبين أنها قد ضيعت وقد أنكر كثيرا من أمور الناس لأنها خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل الأمر نفسه لأبي الضرداء لما سئل لو كان الرسول حيا معهم أكان ينكر شيئا مما هم عليه فأجاب السائل إنما أنتم عليه مخالف لما كان عليه الرسول ولا كان يعرف ما صرتم إليه والخير ما كان عليه والشر ما صرتم إليه وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاختلاف أحاديث منها قوله في حديث العرباض من سارية السابق ذكره فإنه من يعش ميكم بعدي فسير اختلافا كثيرا تقدمني الحديث فإنه من يعش ميكم بعدي فسير اختلافا كثيرا كثيرا وذكر ابن الوضاح القرطبي أندلسي في كتاب البدع عن أم الضرداء قولها إنها قال الدخل علي أبو الضرداء مغضبا فقلت له ما لك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جماعة مبقط كن عراف ما كان في حد الرسول إلا أنهم يصلون جماعة يعني ما أقرهم إلا الجماعات وإلا رأى منهم أمورا كثيرتنا مخالفة لما كان عليه الرسول يعني أنه أنكر أعمال الناس لأنها مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضى منهم إلى الصلاة في الجماعة أيها المسلمون إن البداع في الدين والتغيير السيئ المتبرم منه استاء منه الصحابة لقوة إيمانهم وصفاء قلوبهم وغيرتهم على دينهم وخوفهم من ربهم وقالوا ما قالوا مستنكرين ما رأوا ولم يصلوا إلى ما عليه الناس في هذا العصر وهم كانوا في أفضل القرون فكيف لا نخاف نحن اليوم فكيف لا نخاف نحن اليوم والبدع متنوعة المنتشرة والتغيير إلى الأسوأ على أشده والناس أميل إلى الفساد والسواء عند بعضهم الخير والشارف والحق والباطل وإن قال قائل هذا منكر واحد من الناس يريد أن يقير ذلك الشيء الذي يشوف بلافها وضع بلافتنا وإن قال قائل هذا منكر قيل له متطرف أو إرهابي هذا من ذوك الفتانين أعلاش يقول تقوا الله لأنه يتدخل بالحرية الشخصية فليتركهم يفعلون ما يشاءون سبحان الله بهذا أميت الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في كثير من الجهات الأمر المعروف واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباق لكن أن لا يقوم به أحد من الأمة يأثم الجميع والأمر المعروف المعبر عنه بالحسبة أيضا والأمر المعروف من الدين بل من أصد الدين ولهذا كثير من الآيات القرآنية في الأمر المعروف النهي عن المنكر وكثير من الأحاديث في الأمر المعروف النهي عن المنكر فإذا عطلت الأمة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر عطلت وظيفة الأنبياء والرسل وعطلت سبب خيريتها في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرج للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومون بالله قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويعملون بالمعروف عن المنكر وأولئك المفلحون مروا بالمعروف ونعون المنكر في الحديث لا إله إله وقد قلت سابقا هذا أسلوب من أساليب التطبيع هذا أسلوب من أساليب التطبيع بين المعروف والمنكر لا يفهم أحد من كلامي أنني آمر بالفوضى أو الفتنة لا أبدا المسلمين أهل حق فدهم كتاب الله وصناط رسول الله كيف يكون عندهم الفوضى ولا الفتنة ولا ولا المضربة ولا المقتلة لا 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 المعرف ما يكون بهذه الشكل سبحان الله قلت من أساليب التطبيع بين المعروف والمنكر والخير والشر والحق والباطل التطبيع بينهم شي بسمكين والصلاح والفساد والإصلاح والإفساد وقد تكلمت عن هذا المعنى في خطب سابقة وهو مسلك يقود الناس إلى الهاوية ولا منقذ إلا الله ونبرأ إلى الله من كل ذلك نشرع اليوم في أرض الله معطل في كثير من أمور الحياة هذا هو الواقع إن شرع الله في كثير من أرض الله في بلاد المسلمين أنا لا أتكلم على بلاد الأخرى في بلاد المسلمين معطل في كثير من أمور الحياة وقد اعتاض الناس عوضوا يعني وقد اعتاض الناس فيها عنه العمشرة بأفكارهم وآرائهم ومذاهبهم وغيروا كثير من المعالم الدين وصارت السنة في رأي بعض الناس بدعة وصارت البدعة سنة فتقام البدع وتمات السنن يرحب بالجهلة والمتسيبين والمبتدعة ويتشاعم وينفر من أهل العلم والمروعة والصلاح ولكن الناس لا يعلمون من الأرض إذا انزاحت عنها انزاحت عنها بعض تعاليم الدين صارت حياتهم في عناء وشقاء وإن طوروا أساليب عيشهم وكثر المال في عيديهم فلطمئنان لهم ولا قلاعة بما في عيديهم ولا بركة في مالهم والسبب تعطيل الدين وتغييره والانحراف عنه والله يغضب إذا انتهيكت حرماته فليحذر الناس غضب الله وانتقامه وليحافظوا على دينه وليتوبوا إليه نادمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا أحياء وميتين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أسأل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ومبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كحمد المجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بك وعمر وعثمان وعلي وعن استثى الباقين من العشر المبشرين بالجنة وعن سائر صحب أجمعين وعن تابعين لهم بإحساننا من الدين اللهم افعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخاربنا عن نجيم وطريقهم يا أكرم موجي ويا خير مستجيب واففق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى اللهم أرهي الحق حقا ورسقوا اتباعه وأرهي الباطل الباطل ورسقوا الشنابة ووفقوا لكل خير وأعينوا عليه وأصلحوا وأصلحوا وليا عديهم ولي حسن وأنبتوا نباتا عزنا اللهم أصلحوا لنا اللهم أصلحوا لنا اللهم أصلحوا حروحنا اللهم أصلح بينا وعلى أيدينا وكلنا وليا ونصيرا اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا ولاة أمورنا وكلنا وليا ونصيرا نهدينا صراطك المستقيم ووفقنا لما تحب وترضى وخب أيدينا إلى الحق وانصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا إنك على كل شيء قدير ربنا ضرمنا أمسنا وإن تغفرنا وترحمنا لنا وكنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك ربما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين